المتحدة دائما تساعدني الحقيقة بالأخبار المتعلقة بالإنتاج الإعلامي والتطور اللي بيحصل في المتحدة طيب المتحدة عندها ستراتيجي وضحة ومتسعة وطويلة الأمد عشان كده اسمها ستراتيجية هي رؤية الرؤية بتاعتها هي ايه؟ رؤية التحول الرقمي الانتاج الرقمي تدعيم بقى المشروع الجديد اللي احنا اتكلمنا عليه اتكلمنا على البودكاست فالمتحدة بإذن الله سبحانه وتعالى هتصبح أكبر مقدم للبودكاست في المنطقة بإذن الله أستاذ عمر الفئي رئيس التنفيذي للشركة المتحدة تعاقد مع خالد عليش ومريهان عمر التقديم حلقات بودكاست بعنوان عرايق طبعا خالد يعني مبروك خالد دا من الناس اللي هو عارف يعني وانا عارف كمان هو يحبني أدوها خالد دا من الناس اللي أنا اعتبرهم يعني ايه من ولادي الكبار هتيجي تقولي بس انت حاجة أقولك آه خالد بقى تجربة تانية خالد أول ما قرر يشتغل مزيع فكتنا اللي بمتحنه وأول ما بدأ يتمرن اتمرن معايا شهر زمان كنا في الراديو مع بعض في نجوم أفقا ما خلوت هو يتذكر ذلك والرجل حقيقة دائما ما يتحدث عن دا بكل خير يعني خالد موهبة مزهلة جدا 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 على الصعيد الإزاعي وعلى صعيد البودكاست فعلا مش إزار فعلا فأنا بتمنى كل التوفيق لخالد عليش دا بشكل شخصي بالتأكيد بتمنى كل التوفيق لشركتنا الأم الشركة المتحدة الشركة اللي بتبني أو بالأدق اللي بتستكمل تكتيكات استراتيجيتها استراتيجية جديدة استراتيجية لمخاطبة كل الشرايح كل شرايح المجتمع كل فئاته العمرية أجيال جديدة بالتأكيد طالما كنا نتحدث عاوزين يا جماعة منتج إعلامي يتكلم مع الشبان الجدد الولاد الجدد العيال اللي قد عيالي دول لازم نتكلم إحنا لازم نتكلم معاهم طبعا إحنا نزل زا حالتي إحنا بتقع العبرامج الحوارية التي تسمى الطاق شو إلى آخره لكن الولاد دول بيشوفوا حاجات تانية وبيتكلموا في مواضيع تانية وعندهم اهتمامات تانية طبعا بودكاست اللي هيعمله خالد ومريهان زوجته فهيتناول بشكل كوميدي بطبيعة الحل خالد عليش مما لا شك فيه تناولات مواضيع أسرية والعلاقة ما بين الزوج وزوجته والتحديات المشاكل الدحك الهزار الجد المواقف مواقف كتير جدا يفاجأ بها أحيانا الزوج المسكين والزوجة المسكينة برضو في بعض الأحوال بداية من أول ما بيتخط والشابكة والمهر والجهاز وتفاصيل حياتهم الزوجية والعيال في وقت من الأوقات إزاي يقدروا يتجنبوا الخلافات وتبقى مجرد اختلافات في وجهات النظر التربية والثقافة المختلفة مجالات الشغل التي قد تكون مختلفة وإن كانوا الاثنين زملائنا يعني فكل من عليش ومريهان من خلال بالتأكيد مواقفهم اللي هيعملوها في البودكاست والمفارقات والتجارب الحية من واقع الحياة واللي كمان هيستضيفه فيها الكثير من الخبراء والمتخصصين وأنا عارف إنه خالد عليش هيقلب أي حوار لحوار كوميدي عنده قدرة مذهلة وغريبة خالد عليش لو قالك صباح الخير هيقلها لك بطريقة دحكك فعلا مش هزار فعلا يعني أنا مش عايز أروي مواقف بس خالد فعلا هو أصلي في الحكاية دي يعني هو مش بيتعمد إضحاكك ودي مشكلة حقيقية أو يعني ميزة حقيقية عند خالد بالتحديد يعني أنا بحبه فعلا مش هزار خالد فعلا هو أصلي الكوميديا عنده طلع من جوه فهو ما بيحاولش يدحكك وبيحاولش يفتع الموقف هو خالد تركبته كده وشخصيته كده وربنا يا رب يوفقه وهو ومريهان بإذن الله في البودكاست ويوفقنا جميعا كشركة شركة المتحدة لنا بتشرق بالتأكيد إن أنا يعني واحد من من رجالتها ومزيعيها زي زمل كتير موجودين في هذه الشركة الكبيرة وزي ما بقولك يا جماعة حقيقة هذه الشركة فعلا مش هزار بالحقيق والأرقاط دي أكبر شركة للإنتاج الإعلامي في المنطقة العربية بأسرها هذه الشركة بتستثمر كل إمكانياتها كل طاقتها مادية كانت أو بشرية طاقات العقول علشان تقدر توصلك إلى إنه تقدر تتفرج على محتوى مختلف محتوى الحقيقة يرضي كافة الأذواق محتوى يرضي كافة الفئات العمرية كل الشرائح المجتمعية ولائق تاني ولائق ودي حاجة مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر